اشتركوا في القناة وهذه الرؤى غريبة وتدل على الشفاء ان شاء الله تبارك وتعالى يعني في دقيقة واحدة سوف اذكر لكم ثلاث رؤى وهذه الرؤى تعتبر غريبة بالنسبة للرأي وغرابتها مش في رؤيتها وانما غرابتها في مدللها ان هذه الرؤية وان كانت غريبة لن يتخيل الرأي ان هذه الرؤية تدل له على الشفاء سواء اذا كان عنده مريض او سواء اذا كان هو مريض وهذا هو الاصل اول رؤية اعزكم الله خروج الصديد من الدمامل رأيت في جسدي دمامل ويخرج منها الصديد والقيح اعزكم الله فهذه الرؤية تبشر بالشفاء فهذه لن تأتي في مخيلة الرأي ان هذه الرؤية بالعكس ده هيتخيل العكس عكس الشفاء وهو المرض الانسان اللي هيرى خروج الصديد من الدمامل في الملام يقولك انا همرض لا هذه الرؤية لا تدل على المرض وانما تدل على العكس وهو الشفاء ان شاء الله اثنين وهي رؤية اشعة الشمس العادية يعني عادية يعني ان لا تكون محرقة اشعة الشمس العادية او الهادئة التي لا تلسع ان انت قاعد فيها ومبسوط وحاس ان الشمس ما بتلسعش ان الجو مش حر هذه الرؤية تبشر المريض بالشفاء ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية التالتة وهي رؤية عودة الام المتوفية في المنام الى الحياة مرة اخرى لما شوف امي المتوفية انها عادت مرة اخرى في المنام الى الحياة او قالت انني حيت وان كان هذا يعني هذه الرؤية لها معنى خاص بالام نفسها ان دي مكان كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى لهذه الام المتوفية لكن ما يخصني انا كرائي ان هذه الرؤية تبشرني بالشفاء ان شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى